بيبدأ الفيلم بصيات في الغابة اسمه جوزيف وهو بيعلم بنته رينيه صيد الحيوانات وبعدها بيتصل على مراته أني وبيطلب منها تروح تشتري رصاص للبندقية بتاعته لأن الرصاص اللي معاه خلص وبالصدفة بتشوف رينيه أثر لرجلين زئب في الغابة وبيكتشفوا أن أكل اللحمة اللي كانوا حطينا في الفخاخ بتاعتهم وبيكرروا أنهم يستضوه ويرجعوا البيت بسرعة قبل ما عشيرة الزئاب كلها تيجي وهتحصيرهم وبنعرف أن جوزيف وعيلته عايشين في بيت معزول في الغابة وحياتهم بتعتمد على صيد الحيوانات وبيع الجلود بتاعتهم وفي الوقت ده بتكون مراته آني في المحل وبتشتري رصاص للبندقية بتاعته وساعتها بتشوف إعلان لواحد عاوز يشتري بيت في الغابة وبتكرر أنها تتكلم مع جوزيف وتحاول تقنعه يبيع البيت بتاعهم وده عشان يتنقلوا للمدينة ويعيشوا هناك بأمان بدل ما حياتهم معرضة للخطر كل شوية بسبب الحيوانات المفترسة اللي في الغابة وفي آخر اليوم بتتجمع العيلة وبيعودوا يتعشوا مع بعض وبتقر نييل والدها أنهم لقوا أصار الزئب في الغابة وهيخرجوا بكرة عشان يحطولوا في خاخ ويصطدوه فبتتدايق آني وبتطلب منها تروح قديتها فورا وبعدها بتتكلم مع جوزيف وبتحاول تقنعه يبيع البيت ويعيشوا في المدينة بس جوزيف بيرفض لأنه تعود على حياة الغابة وهيلته كلهم كانوا صيادين ده غير أنه مش معامه أهل دراسي ومش هيلاقي أي وظيفة في المدينة وبعدها بيخرج عشان يشرب سجارة لوحده وبتترجاء آني أنه يبيع البيت ويفكر في مصلحة بنته رينيه وده لأنها لحد دلوقتي لسه ما دخلتش المدرسة ومش بتعرف تقرأ وتكتب فبيقول لها جوزيف أنه مش هيرجع في قراره نهائي وأنه هيعلم بنته إزاي تعتمد على نفسها أفضل ما تروح المدرسة وفي الفجرية بيكرر جوزيف يدخل الغابة عشان يصطاد الزقب وساعتها بتشوفه رينيه وبتطلب منه تخرج معاه لأنها عاوزة تتعلم أكتر عن الصيد فبيوافق جوزيف وبياخدها معاه والصبح بتصحقاني ومش بتلاقيهم في البيت وبتبدأ تتصل عليهم باللاسلكي عشان تعرف مكانهم فبيقول لها جوزيف أنهم خرجوا يصطادوا وهيرجعوا كمان ساعتين وبنشوف جوزيف وبيعلم بنته رينيه إزاي تحط الفخاخ في الأرض عشان يستدرجوا الزقب وفجأة بيلاقى أثر رجل الزقب على الأرض وبيؤمر بنته ترجع البيت بسرعة حفاظا على سلامتها وأول ما بتمشي بيفضل يدور على الزقب لحد ما بيلاقيه وبيضرب عليه نار بس للأسف ما بيجيش فيه وبيهرب الزقب بسرعة فبيروح جوزيف للمكان اللي كان موجود فيه الزقب وبيتفاجئ إن فيه إيد بني أدم على الأرض وأثار دم كتيرة جدا فبيفضل يمشي وراء أثار الدم لحد ما بيوصل للجهة الشرقية من الغابة وساعتها بيتفاجئ إن فيه جسس كتير على الأرض وبيفهم إن فيه حد قتلهم وبيكرر ما يبلغش الشرطة ويدور بنفسه على المجرم عشان ما يتوردش في الجريمة وتاني يوم بتسحى مراته آني وبتتصل بيه على سلكي عشان تطمن عليه وبتكون مستغربة الموضوع لإنه أول مرة يبات في الغابة فبيرد عليها جوزيف وبيرفض يعرفها الموضوع وبيقول لها بس إن عيبات في الغابة عشان يصطاد الزئب فبتاخب بنتها وبتروح تملة مية من البحيرة وفجأة بيلقوا الكلب بتاعهم اختفى وبيظهر الزئب قدام رنيه وبيقرب منها فبتترعب منه وبتستخبى وراء والدتها وبتحاول أني تحميها وبتفضل تصرخ في وش الزئب لحد ما بيسيبهم ويمشي فبتاخب بنتها وبيرجعوا البيب بسرعة قبل ما يظهر الزئب مرة تانية وبتقول رنيه إنها لازم بسرعة تنقذ الكلب بتاعها قبل ما الزئب بيكله ولكن أني بتأمرها تدخل البيت وبتروح تدور على الكلب في الغابة لوحدها لحد ما بتلاقيه ميت على الارض فبترجع البيت وبترفض تعرف بنتها عشان ما تزعلش وبتقول لها إنها هتدور عليه بكرة فبتقول لها رنيه إنها خايفة على والدها لأنه الوحده في الغابة وخايفة للزئب يقزيه أو يعمله حاجة فبتطمنها آني وبتقول لها إن والدها جوزيف صياب محترف وبيقدر يدافع عن نفسه كويس وتاني يوم بتقلق آني وبتحاول تتصل على جوزيف بس بتلاقي لسلك بتاعه ما بيديش أي إشارة فبتقعد تفتر مع بنتها وبتقول لها إنهم لازم يخرجوا يصطادوا لأن الأكل اللي عندهم خلص فبتوافق رنيه بالفعل وبيدخلوا الغابة وبرضو بيلاقوا الزئب أكل اللحمة اللي كانوا حطينها في الفخاخ وفجأة بتلاقي آني خاتم موجود في فطلات الزئب وبتستنتج من كده إنه في حد مات في الغابة فبتقلق جدا على جوزها وبتروح مركز الشرطة عشان تبلغ عن اختفاقه وفي اللحظة دي بيكون فيه زوابط اسمه بارت بيغرم واحد خمسمائة دولار وده عشان ساب عربيته في نص الطريق وبعدها بيركب عربيته عشان يرجع لمركز الشرطة وبيلاحظ كده إن فيه عربية عطلنة عالطريق فما بيهتمش بالموضوع وبيرجع لمركز الشرطة وسواني وبتيجي آني وبتديله الخاتم اللي لقيته وبتعرف إنه جوزها مختفف الغابة بقى له يومين وإنها خايفة جدا لا يكون حصل له حاجة فبيحاول بارت يهديها وبيشرح لها إنه مش هيقدر يعمل بلاغ لإنه لو عمل كده هيترفع قضية ضدها هي وجوزها واللي اتنين هيتطردوا من البيت اللي هم فيه وده لإن بيتهم موجودة على أرض حكومية ومش ملكهم أساسا وبالتالي لو عمل بلاغ هيتسبب لها في مشكلة فبتتكلم معاها زميل تولوسي وبتقول لها ما تخفيش على جوزك لإنه صياب محترف وبتنصحها تستنى في البيت لحد ما يرجع وتحاول تقنعه إنه هم يمشوا من البيت ده وده لإن حياتهم مهددة بالخطر بسبب الحيوانات المفترسة فبتتدايق قاني وبتاخد بنتها وبيرجعوا البيت وبعدها بتدخل الغابة لوحدها وبتدفن الكلب بتاعها وده عشان الزقبة ما يشمش ريحته ويقرب من البيت وبالصدفة كده بتلاقي قدامها غزالة وبتصطدها وبترجع البيت عشان تاكل هي وبنتها وأسنانها ما كانوا قاعدين بيتعشوا بترفض رينيه تاكل وبتقول لولدتها إنها قال أنا على باباها جدا لإنه بقاله يومين مرجعش فبتحاول أنا تطمنها وبتروح تتصل على جوزيف على اللاسلكي بس برضو ما بيردش عليها وبتنام من شدة الإرهاق وبعد ثواني بتصحيع رينيه وبتقول لها إن سمعت صوت حد بيصرخ قدام البيت فبتخرج أنا تتأكب من كلامها وفعلا بتلاقي صوت حد بيصرخ ولما بتروح لمصدر الصوت بتلاقي فيه واحد واقع على الأرض وبترجعها تساعده فبتاخده معاه للبيت وبتعالج الجروح اللي في جسمه وبتلاقيه فقد الوعي وجسمه مليان جروح كأنه كان بيتخانق مع حد وتاني يوم بتقرب رينيه ناحيته وبتكون قلقانة منه وأول ما بتلاقيه فا بتروح تصحي والدتها وبتبدأ تقول لها إنها لازم تمشيه من البيت لأن والدها جوزيف لو عارف الموضوع ده هيزعق لها ويتخانق معاها فبتقول لها آني إن الراجل ده مريد ولازم تساعده وما ينفعش تضرده من البيت كده في ظروف زي دي وفي اللحظة دي بيكون الزابط بارت في مركز الشرطة وبتقول له لوسي إن الشخص اللي غرامه 500 دولار قبل كده عمل مخالفة تانية عالطريق وكده بقى لازم ياخد معاه إجراء فبيمفع البارت وبيروح يغرامه مرة تانية ولما بيرجع بيلحظ إن العربية العطلانة لسه موجودة عالطريق وساعتها بينزل ياخد أرقامها عشان يعرف مين صاحبها وبيبان كده إنه شاكك إن في حاجة مش طبيعية بتحصل قريب من مكان لأن العربية دي موجودة بقالها فترة طويلة وفي نفس الوقت بتكون قاني قاعدة وبتاكل مع بنتها وأول ما بيفوق الشخص المصاب اللي عندهم بتدي له أكل وبتعرف منه إن اسمه لويس فبيحكي لها اللي حصله وبيقولها إن عربيةه تعطلت وهو عالطريق وساعتها المياة اللي معاه خلصت ودخل الغابة عشان يدور على أي بحيرة لحد ما هجم عليه زئب وقدر يهرب منه بصعوبة بس وقتها كانت صاب لأن الزئب عض في جسمه وفدل يخربش فيه فبتشك قاني فيه كده وبتكون مش مصدقها وده لأن الجروح اللي في جسمه باينة جدا إنها مش خربشة زئب وبعد تفكير طويل بتكرر تمشيه من البيت فبتكذب عليه وبتقوله إنها ما تهاردش الجروح اللي في جسمه وللأسف لازم تنقله المستشفى فورا قبل ما يتصاب عدوى بكترية فبيوافق لويس وبيحس كده إنها بتكذب عليه عشان تمشيه من البيت وبعدها بتحطه قاني على خشبة وبتسحبه عشان تدخله العربية وتوديه المستشفى ولكن لويس بيفضل يصرخ من القلم اللي في رجله وبيترجعها تسيبه لحد بكرة فبتطر قاني ترجعه البيت وبتدخله قضيتها عشان ينام ويستريح وبعدها بتروح الغابة هي وبنتها وبيبدأوا يحطوا في خاخ قريبة من البيت عشان الزئب ما يقربش منهم وبيكونوا حطين سم في اللحمة وبيولعوا نار قدام البيت بينيرجع بقى تاني للزابط بارت وبيتكلم مع زملته لوسي وبيحكي لها عن العربية اللي شافها في الطريق وبيقولها انها هيدخلوا الجهة الشرقية من الغابة عشان يعرف العربية دي وقفة ليه بالزبط وفعلا بيروح بارت عند العربية وبيدخل الغابة وبيلاقي ان فيه رمز غريب مرسوم على الشجر فبيمشي وراء الرموز دي لحد ما بيلاقي قدامه جسس كتير جدا وبتكون دي نفس الجسس اللي جوزيف لقاها قبل كده فبيدوز بارت بالغلط على مصيادة موجودة على الارض وساعتها بيصرخ من الالم وما بيقدرش يتحرك وبعد فترة بتقلق عليه لوسي وبتاخد بالها ان نتأخر فبتكرر تروح له بسرعة عشان تطمن عليه وفي اللحظة دي بتكون قاني في الغابة وبتتصل على جوزيف بس فجأة بتسمع صوت اللاسلك بتاعه قريب منها وبتلاقيه واقع على الارض وللأسف ميت فبتعيط وبتكون مش مستوعبة الموضوع ولما بتلاقي قصار جروح في راسه بتعرف ان لويس هو اللي عمل كده لان الجروح اللي شافتها في جسمه كان واضح عليها انها بسبب خناقة فبتفتكر ان ابنتها موجودة معاه في البيت وبتكرر ترجع بسرعة عشان تنقذها وتنتقم منه وفي نفس الوقت بتوصل لوسي للغابة وبتلاقي بارته مصاب وواقع على الارض فبتتصل بالدعم وبتقوله ما يتحركش من مكانه واخيرا بتوصل قاني للبيت وبتتسحب لقوضة بنتها رنيه عشان تهربها من البيت بس لويس بيهجم عليها وبيضربها قدام بنتها وبيخليها تفقد الوعي تماما وبعد لحظات بتفوق قاني وبتسأله عن رينيه فبيقولها مش هيعرفها مكانه غير لما تقوله على مكان مفاتيح العربية بتاعتها وطبعا بتضطر قاني انها تقوله على مكانها وبنكتشف انه مختل عقليا وهربان من مستشفى الامراض العقلية وهو اللي عمل الجريمة في الغابة ولما جوزيف كشفه اتخانق معاه وتخلص منه هو كمان ولما بتوصل الشرطة للغابة بيلاقوا اثار دم ناحية بيت آني فبيكرروا يمشوا ورا الاثار دي عشان يعرفوا سببها وبيكون لويس في اللحظة دي عاوز يتخلص من آني ولكن بتضربوا بخطاف على دماغه وبتفقدوا الوعي وبعدها بتروح لقودب بنتها رينيه وبتلاقيها ماتت هي كمان فبتكرر تنطاقم منه وبتسحبه للمغزن وبتعذبه واول ما بتوصل الشرطة بيشوفوها وبيكونوا مصدومين من شكلها وبتقعد آني اتعايت بعد ما فقدت عائلتها كلها وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم سنة 2007 وبالتحديد وقت خروج الجيش الامريكي من العراق وبنشوف اتنين جنود امريكان لسه موجودين على حدود العراق وبيبان كده انهم خايفين يتحركوا لان في قناص عراقي محترف اسمه جوبة قتل تمن جنود امريكان كانوا بيسرقوا الغاز واسناء ما كانوا بيرقبوا المكان بيتكلم الجندي ماتيوس مع صديقه ازك وبيقوله انهم بقالهم 20 ساعة في المكان والحد دلوقتي القناص العراقي جوبة لسه مظهرش فبيكرر ماتيوس انه يروح لجسس الجنود الميتين عشان يشوف اذا كان فيه حد فيه معايش ولا لأ وبيحاول يطمن صاحبه بيقوله ان جوبة اكيد مش موجود في المكان لانه مش منطقة يعني انه يفضل مستخبل مدة 20 ساعة بدون اي حركة وفعلا بيتحرك ماتيوس من مكانه وبيرقب زميله ازك بالمنزار ولما بيوصل ماتيوس لجسس الجنود الامريكان بيتفاجئ ان كلهم ميتين ومضربين بالرصاص في رأسهم بطريقة احترافية جدا فبيتكلم مع ازك على سلكي وبيقوله ازاي قناص عراقي ادري يقتل 8 جنود دول من غير ما يكشفوا مكانه واكيد ان القناص ده عبقري وتم تدريبه على اعلى مستوى وقتها بتيجي عصفة ترابية وبيكون ازك مش شايف اي حاجة فبيحاول كده ينظف المنزار عشان يرأي بصاحبه وفجأة بيتدرب نار على ماتيوس وبيتصاب في رجله فبيشوفه ازك وبيطلع يجري بسرعة عشان ينقذه وبيفضل يتحرك يمين وشمال عشان يشتت القناص العراقي ولكن جوبة بيكون اسكة منه وبيستناها اول ما بيوصل لصاحبه وساعتها بيدربه طلقة في رجله وبيوقعه على الارض وكمان بيدرب طلقتين في جهاز الارسال بتاعه وفي ازاست المية فبيهرب ازك وبيروح يستخبى ورسور عشان يتحامى فيه وبيكون مش عارف ينقذ صاحبه بسبب الطلقة اللي في رجله فبيكلمه على سيلكي وبيقوله استخدم الشاشة اللي معاك بسرعة عشان توقف النزيف ولكن ماتيوس بيكون مش قادر وبيطلب منه يتصل بالقيادة على جهاز الارسال عشان يبعت لهم الدعم فبيحاول ازك انه يربط الجرح بالحزام بس بيتفاجئ ان الجهاز متعطل بسبب الرصاصة اللي ضربها القناص العراقي وبكده بيتقطع الاتصال مع القيادة وبيكونوا هما الاتنين فريسة لجوبة والحل الوحيب بقى انهم يحاولوا يدفع عن نفسهم فبيكلم معاك بيكونوا ماتيوس على سيلكي وبيقوله انه يقدر يقتل القناص العراقي وبيطلب منه انه يحسب له بس سرعة الطلقة اللي اتضرب بيها عشان يقدر يحدد المسافة اللي بينه وبين القناص وبالتالي هيعرف مكانه هيقتله فبيحاول ايزك انه يعمل حفرة في الصور وبيحط المنزار ولما بيرقى بالمكان بيلاقي ان صاحبه فقد الوعي بسبب النزيف فبيكرر يشيل الطلقة اللي في رجله وبيعالج نفسه عشان ما يفقدش الوعي هو كمان وبعدها بينام شوية وبيسح على صوت حد من القيادة بيكلمه على سيلكي وبيطلب منه يحدد مكانه عن طريق انه يضرب طلقة في الجو فبيستورب ايزك جدا من كلام القيادة وبيقوله انا كده ما كان هيتكشف لجوبة وقبل ما يضرب الطلقة بيتفاجئ ان الشخص اللي بيكلمه لهجته مش امريكية فبيعرف ان ده يبقى جوبة القناص العراق اللي بيطردهم وبيكلمه من خلال الجهاز اللي سلكي بتاع التمن جنود الامريكان اللي قتلهم فبيقوله جوبة انا عارف انك موجود ورا الصور ومرضيتش قتلك انت وصاحبك عشان عاوز اتسلى بيكو وحبي تعرفكم قوة الجيش العراقي فبيقطع ايزك وبيقوله انت اكيد ما قتلتهمش عشان كنت عاوز تاخب منهم معلومات عسكرية عن الجيش الامريكي وساعتها بيستغل فرصة انه بيتكلم معاه وبيرائب المكان بالمنزار وبيرسم على الارض احداثيات المكان بالكامل وده عشان يحدد المكان اللي اتضرب فيه ويعرف مكان جوبة فبيتكلم معاه اللي سلكي وبيحاول يستعطفه وبيقوله ان الحرب خلاص انتهت والتمن جنود اللي انت قتلتهم دول ملهمش زنب في اي حاجة وانهم كانوا بينفزوا الاوامر مش اكتر ومهمتهم كان التمديد انابيب الغاز عشان ينموا اقتصاد العراق فبيتاري عليه جوبة ويقوله الحرب لسه ما انتهتش بدليل ان التمن جنود كانوا موجودين على حدود العراق وقتها بيشوف ايزك جهاز ارسال مع جند امريكي ميت قدامه فبيقرر ان يروح يجيبه فبيكلمه جوبة على سلكي وبيسأله عن اسمه ولما بيلاقيه رافض يتكلم بيهدده ان هيقتل صاحبه ماتيوس لو ما تكلمش فبيتكلم ايزك معاه عشان يلهيه لحد ما يجيب اللا سلكي بس بيحس بالعطش وبيطلع ازازة المية عشان يشرب لكنه بيتفاجئ ان الازازة مخرومة وما فيهاش مية وبيعرف ان جوبة هو اللي عمل كده فبيقوله جوبة انا عارف انك عطشان دلوقتي وكنت قاصة تصوب على ازازة المية عشان اخليك تحس بالعطش اكتر وكمان بواسط جهاز الارسال بحيس انك ما تقدرش تتواصل مع قيادتك والمفاجئة بقى انه صوب الرصاصة على الوريد اللي في رجله عشان مهما حاول يعالجها هتفضل برضو رجله بتنزف فبيتصدم ايزك وبيكون مش مستوعب ان فيك الناص عراقي زكي بالطريقة دي وقتها بيسمع ايزك صود غراب جنب جوبة وبيدور عليه في المنزار وبيعرف ان موجود في كوم الزبالة اللي قدامه لان الغراب موجود هناك فبيتكلم مع جوبة وبيقوله انت متطرف وقتلت زميلي من غير رحمة فبيقاطع جوبة بيعرفه ان الصور اللي هو مستخب وراء ده يبقى صور مدرسته وصغير وان الامريكان هم اللي دمروها وبيقوله ان الامريكان هم اللي متطرفين لانهم احتلوا العراق ونعبوا ثرواتها وشردوا اهلها فبتيجي فكرة الازك انه يقلع هدومه ويحطها على السلاح ويظهرها من فوق الصور وده عشان يستدرك جوبة ويعرف مكانه ولكن بتقع الخزة منه وخطته بتفشل فبيبدأ يحس بالاحباط وبيقرر يقتل نفسه بالسلاح عشان يرتاح من اللي هو فيه بس فجأة بيلاقي عصفة رملية وبيخرج بسرعة عشان ياخد جهاز الارسال من الجندي اللي قدامه وساعتها بيكون البطل العراقي شايفه ومش راضي يقتله عشان يلعب بعصابه اكتر فبياخد ايزك الجهاز وشنطة الجندي وبيرجع السور بسرعة وساعتها بيدرب جوبة طالقة على الجهاز بكل سهولة وبيخليه يتعطل للمرة التانية فبيفتح ايزك الشنطة اللي اخدها وبيلاقي فيها مية واكل وبعد ما بياكل بيحاولي شغل جهاز الارسال لكنه بيتفاجئ انه متعطل وجوبة بوازه تاني فبيتكلم معاه اللي سلكي وبيسأله انت ليه مقتلتنيش مع انك كنت تقدر تعمل كده وفجأة بيسمع ايزك صوت صاحبه ماتيوس وبيعرف انه فاق وبيكون مش عارف يتحرك عشان خايف ان الجوبة يقتله فبيكلمه ايزك من غير اللاسلكي وبيقوله انه قدر يحدد مكان جوبة وانه موجود في كوم الزبالة اللي قدامهم فبيتجيله فكرة انه يلهي جوبة ويتكلم معاه لحد ما صاحبه ماتيوس ياخد القناصة بتاعته ويدربه وفعلا بينافس خطته وبيضرب نار في الهوى عشان يشتت جوبة وساعتها بيدرب ماتيوس طلقات عشوائية على كوم الزبالة على امل يعنوا انه يقتله ولكن فجأة بيدربه جوبة بطلقه في دراعه وبيرفض يقتله ولما بيلاقيه بيسحف للصور ناحية صاحبه بيدربه بطلقه في دماغه وبيخلص عليه نهائي وساعتها بينهار ايزك لانه خسر اعز صحابه وفجأة بيسمع صوت جاي من الارسال وبيفرح لانه اخيرا هيكلم القيادات لكنه بيتفاجئ ان جوبة هو اللي بيتكلم القيادة الامريكية على اساس انه هو ماتيوس وبيقولهم انه كويس هو ايزك وانهم خلصوا على القناص العراقي جوبة وبيبلغهم باحداثيات المكان اللي هم فيه فبتقولهم القيادات ان في طيارة هجلهم خلال 80 دقيقة وبيباني ان البطل جوبة قصد يعمل كده وبيخطط لحاجة فبيستنتج ايزك ان جوبة عمل كده عشان عاوز يدمر الطيارة ويقتل اكبر عدد من الجنود الامريكان وبعدها بيفقد الوعي من شدة التعب ولما بيفوق بيسمع صوت طيارة الجيش الامريكي وبيتكلم مع جوبة على سلكي وبيترجع انه ما يقتلش زميله ولكن ما بيلاقيش اي رد وبيفهم ان جوبة قطع الاتصال معاها على سلكي فبيحاول ازك انه يجيب كناصة صاحبه لان الرصاص اللي معاه خلص ولما بيجيبها بيلاقي ان الطيارة قربت منه فبيوقع الصور عشان يعمل تمويه ويخلي جوبة ما يشوفهمش وبعدها بيدرب 3 طلقات ناحية الزبالة وبيلاقي مش بيدرب نارة عليه نهائي فبيفهم انه قتل جوبة اخيرا وبيوقف قدام الزبال عشان يتأكد وبعدها بتوصل الطيارة وبييجي الجنود ينقذوه وبياخدو كمان جسة صاحبه ماتيوس فبيتعب ازك بسبب الدم اللي فقدو وبيركبوله جهاز الاكسوجين عشان يتنفس واول ما بيتحركوا بالطيارة بيدرب عليهم نار من البطل العراقي جوبة وبيخلص على كل الجنود واحد ورد تاني لحد ما بتوع الطيارة وبيموت كل الجنود الامريكان وبكده قدر البطل جوبة يخلص على كتيبة كاملة لوحده بدون اي مساعدة وبيطلع انه كان مدبر لكل ده عشان يخلي الجنود الامريكان يحسوا بالامان وساعتها قدر يخلص عليهم بكل سهولة وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بتلت شباب بيغطحموا بيت فخم جدا عشان يسرقوه وبيأمرهم اليكس انهم يسرقوا كل الحاجات الغالية اللي موجودة في اسرع وقت لان صاحب البيت هيرجع بعد عشر دقايق وفعلا بيبدأ أليكس يسرق كل الساعات واللبات اللي في الشقة وبيكسر الإزاز وبيركبوا عربيتهم وبيمشوا وفي طريقهم بتقولوا حبيبته روكي انها قريبة تسافر لولاية كاليفورنيا بعد اخر عملية سرقة يعملوها لانها خايفة يتقبض عليها وتدخل للسجن ولما بيرجع أليكس للبيت بيدخل لمكتب والده وبيحط مفاتيح البيت اللي كان بيسرقه وبيطلع ان والده شغال في شركة امن بتحمل بيوت من السرقة وطول الوقت دوت أليكس بياخب بالمكتبه بصوردات أجهزة الحماية والمفاتيح الاحتياطية بتاعت البيوت دي وطبعا بيدخل يسرق البيوت مع صحابه وفي الوقت دوت بيروح صاحبه موني يبيع الحاجات المسروقة وبيتفاجئ ان التاجر بيديله فلوس قليلة جدا مقابل الحاجة لانها في الأول والآخر مسروقة وبيقول له لو عاوز تبقى غني يبقى لازم تسرق فلوس مش شوية ساعات ولا بات وبعدها بيديله عنوان بيت بتاع واحد كفيف عشان يسرقه وبيبدأ يحكيله كل حاجة عن تفاصيل البيت دوت فبيروح موني يقابل صحابه وبيعرض عليهم الفكرة وبيقول لهم ان البيت ده بتاع راجل كفيف اسمه سليبك والراجل دوت كان بيشتغل جند في الجيش ومن فترة بنته ماتت في حدثة عربية واخد بعد الحدثة تعويض مليون دولار ولكن أليكس بيرفضوا ان يسرق البيت دوت وبيسيبهم وبيمشي ولما بيرجع للبيت بيلاقي ان حبيبت روكي بعتاله رسالة عن موبايل وبتقوله فيها ان دي اخر عملية سرقة ليهم وانهم لازم يسرقوا الفلوس ديت عشان يستقروا في حياتهم فبيقتنع أليكس بكلامها وبيبعط لها رسالة بيعرفها فيها انه موافق يسرق معهم البيت والتاني يوم بيرقب موني ببيت الكفيف سليبك وبيروح يتكلم مع صحابه وبيعرفوا من البيت دوت معزول تماما عن المدينة وما فيش اي دوريات شرطة بيتيجي في المكان دوت وفجأة بيهجم على أزازة العربية الكلب بتاع سليبك وبيشوفوه وماشي في الشارع وعمال ينادي على الكلب وساعتها بيقرروا انهم يسرقوا البيت بالليل وفعلا بيروحوا للبيت بالليل وبيرموا لحمة فيها مخدر للكلب عشان ينام وبعدها بيحاولوا يفتحوا الباب لكنهم بيلقوا مقفول من جوه فبيروحوا للباب الخلفي وبرضو مش بيعرفوا يفتحوه لحد ما بتشوف روكي شباك الحمام وبتكسره وبتدخل عشان توقف جهاز الحماية بتاع البيت وبعدها بتفتح لصحابها الباب وبتخليهم يقلعوا الجزم عشان ما عملوش صوت وهم ماشيين فبيروح موني لقودة سليبك وبيلاقي التلفزيون بتاعه شغال وفجأة بيصحى سليبك وبيقفل التلفزيون وبينام فبيحط له موني إزازة مخدر عشان يقدروا يتحركوا في البيت براحتهم ولما بيخرج من القودة بيقابل أليكس وروكي وبيعرفهم انه خلاص خدر سليبك وبيبدأوا يدوروا على الخزنة اللي فيها المليون دولار لحد ما بيلاقوا قدامهم باب مقفول بالقفل لكنهم مش بيعرفوا يكسروا فبيطلع موني مسدس من شنطته عشان يكسروا فبيخمنهم الخزنة ديت موجودة ورا الباب دوت فبيحاول أليكس يمنعه وبيقوله انت كده بتدي سليبك الحق انه يدافع عن نفسه ولو قتل حد فيهم مش هيدخل السجن نهائي ولكن موني بيتجهل كلامه وبيضرب نار على القفل وبيكسره وساعتها بيكرر أليكس انه يخرج من البيت قبل ما يتقبض عليه وفجأة كده بيلون الكفيف سليبك صيحة على صوت ضرب النار وبيقرب ناحيتهم فبيدوس على القفل برجله وبيعرف ان فيه حرامية في الشقة وساعتها بيوجه موني مسدسه عليه وبيهدده انه يقتله لو تحرك من مكانه فبيبدأ سليبك يحدد مكانه من خلال اتجاه الصوت وبيهجم عليه وبيخنقه وبيسأله انتو كام واحد فبييجذب عليه موني وبيقوله انه مفيش حد غيره في البيت وبتكون روكي واقفة جنبه ومش عارفة تتصرف ازاي وفجأة بياخب منه سليبك المسدس وبيصوبه ناحيته وبيقتله فبتترعب روكي وبتكتب نفسها وبتستخبف قضة الغسيل وساعتها بيكون أليكس برا البيت وبيسمع صوت ضرب النار فبيقرر يدخل مرة تانية وبيلاقي سليبك في وشه ورايح ناحية باب البيت وفي طريقه بيدوس على ازاز الشباك بتاع الحمام اللي روكي قسرته وبيعرف ان موني دخل منه فبيروح يقفل باب الشقة بالقفل وبيدخل أليكس يستخبى في الحمام وفجأة بيلاقي سليبك داخل عليه وبيحط خشب على الشباك الحمام عشان يتأكد ان محدش هيدخل تاني فبيستخبى أليكس تحت الحب بسرعة وساعتها بتبعت له روكي رسالة بتقوله فيها ان موني تقتل وانها دلوقتي مستخبية في قوضة الغسيل لكنها بتتفاجئ ان سليبك داخل عليها القوضة وبيفتح خزنة سرية عشان يتطمن ان الفلوس ما تسرقتش واول ما بيمشي بتشوف روكي كلمة السر بتاعت الخزنة فبتقرر انها تسرقها قبل ما تمشي فبييجي أليكس وبيقول لها انهم لازم يمشوا من البيت فورا وقبل ما يكمل كلامه بيلاقيها بتفتح الخزنة وبتسرق الفلوس اللي فيها وبسبب ان سليبك قفل كل بواب البيت بيقرروا انهم يهربوا من المغزن وقبل ما يخرجوا بيلاقوا ان سليبك داخل عليهم فبيثبتوا مكانهم من غير ما يتحركوا فبيسمع صوت خطوات أليكس وبيحس كده ان في حد موجود في القوضة وبعدها بيوجه مسدسه عليه ولكن فجأة بيرنم بايل موني اللي قتله وبيضرب عليه نار وبعدها بياخد جسيته وبيخرج فبيستغل أليكس الفرصة وبيتحرك هو وروكي ناحية المغزن وبيدوره على باب الخروج وفي اللحظة ديت بيشم سليبك ريح ببرفان وبيشك كده ان في حد تاني في البيت فبيروح ناحية الباب وبيلاقي اكتر من جزمة وساعتها بيتأكد ان شاكه كان فعلا في محله فبيروح يفتح الخزنة وبيلاقي ان الفلوس بتاعته تسرقت وبيعود يفكر ازاي هيرجعها وقتها بيكون أليكس وروكي موجودين في المغزن وفجأة بيلقوا بنت مربوطة بحبل وبتطلب منهم المساعدة وبيكون الحبل ده متوصل بجرز موجود جوالبيت وبيرن بمجرد ما البنت بتتحرك وساعتها بتكون البنت المربوطة مش عارفة تتكلم لان في لازق محطوط على بقها وبتدر روكي ورقة جورنال مكتوب فيها خبر برائب بنت غنية اسمها ساندي وكانت تهمتها انها دست على بنت سليبك الكفيف بالعربية وبدون قصد فبتفهم روكي ان البنت المربوطة دي تبقى ساندي وان سليبك خطفها وحبسها في المغزن عشان ينتقم منها فبتشور لهم ساندي على الخزنة اللي فيها المفتاح وبيروح أليكس يفتحها وبيحرروها عشان يخدوها معاهم وهم بيهربوا واول ما بيوصلوا لباب المغزن اللي هيخرجهم للشارع بيلقوا نسليبك في وشهم وموجه ناحيتهم مسدس فبيسمع سليبك صوت نفسهم وبيضرب عليهم نار بشكل عشوائي وللأسف بتيجي الرصاصة في ساندي وبتموت فبيضطر أليكس وروكي انهم يدخلوا البيت مرة تانية وساعتها بينزل سليبك للمغزن عشان يطردهم لكنه بيغبط في جسد ساندي وبيقدر يتعرف عليها فبيصرق بصوت عالي لانه ما كانش حاوز يموتها وبيقرر ينتقم من أليكس وروكي وبيبان كده لناولهم على شر فبيقفل باب المغزن بالقفل وبيكسر المفك جواه وده عشان ما يقدروش يفتحوا القفل نهائي وبعدها بيقفل الكهرباء عن المغزن وبيسمع خطوات رجليهم وبيبدأ يطردهم وبيضرب عليهم نار لكنهم بيقدروا يهربوا منه وبيستخبى أليكس بين الرفوف اللي حواليه فبيسمع سليبك صوته وبيهجم عليه وبيخنقه ولما بيوجه مسدس ناحيته بيلاقي ان الرصاص اللي معاه خلص وساعتها بيضربوا أليكس على دماغه وبيوقع عليه رف وبيطلع يجري هو وروكي لحد ما بيخرجوا من مغزن وبيقفلوا الباب وراهم فبيتفاجئوا ان الكلب فاقم المخدر وواقف قدامهم وساعتها بتاخد روكي المفاتيح من أليكس وبتتحرك بهدوق ناحية باب البيت عشان تفتحه ولكن الكلب بيهجري ناحيتهم وبيضطر يسيبوا المفاتيح في الباب وبيطلعوا يستخبوا في قوضة في الدور التاني وبيلون الشباك بتاعها مقفول بخشب وما فيش أي سبيل للهروب وقتها بيخرج الكفيف سلابك من مغزن وبيروح يجيب المسدس بتاعه من قطه ولما بيسمع صوتهم في القوضة بيروح لهم عشان يقتلهم ولكن أليكس بيكون حط الضلاب على الباب وبيحاول يمنعه ان يدخل وبيخلي روكي تهرب من فتحة التهوية بسرعة وفجأة بيدخل الكلب وبيهجم عليه وبيغبطه في الشباك لحد ما بيقع أليكس على السطح الإزاز بتاع الدور الأول وبيكون مش قادر يتحرك وقتها بتتفاجئ روكي ان الكلب دخل فتحة التهوية وبيجري ناحيتها فبتضطر ترمي نفسها من مكان عالي على أمل انها تهرب منه وبتفقد بعدها الوعي وبعد شوية بيحاول أليكس ان يؤمنع الازاز لكنه بيتفاجئ ان سلابك واقف قدامه ولما بيسمع صوت نفسه بيدرب نار على الازاز فبيقع أليكس في البيت مرة تانية فبيطلع يجري وبيدور على جهاز الانذار بتاع البيت عشان يشغله ويطلب الشرطة ولكن بيلاقي سلابك واقف قدامه وبيضرب عليه نار فبيجري ناحية الورشة بتاعته وبيستخبى فيها وبيلاقي ان جزت صاحبه موني موجودة جنبه ولما بيلاقي سلابك داخل الورشة بيكتم نفسه بسرعة عشان ما يسمعوش زي المرة اللي فاتت بس سلابك بيسمعه وبيهجم عليه وبيفضل يضربه لحد ما بيفقده الوعي وفي الوقت دوت بتفوق روكي وبتتحرك في فتحة التهوية لحد ما بتوصل لفتحة المفروض انها تخرجها للشارع وبتكون الفتحة ديت مقفولة بباب حديد فبتحاول روكي انها تكسرها برجليها وبيسمع سلابك صوتها وبيشدها من الفتحة وبيدخلها للبيت تاني وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيفقدها الوعي ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة ما كان ساندي وهو بيقول لها سلابك انه ساندي لما قتل ببنته الوحيدة كان حاسس بالزنب والعجز عشان كده قرر يخطفها وحبسها في البيت بتاعه لمدة 3 شهور وبعدها حقنها بالحقن المجهري عشان تخلف منه بنت تانية بدل اللي ماتت وعادها انه هيحررها بعد ما تولد على طول وبعد ما بيخلص كلامه بيقرر يحقن روكي بالحقن المجهري عشان تولد مكان ساندي ولكن بيجي أليكس في الوقت المناسب وبيضربه بشاكوش وبيكتفه مكان روكي وبعدها بياخدها وبيجروا نحية الباب عشان يخرجوا بس بيتفاجئوا ان سليبك قدر يفك نفسه ووقف قدامهم وساعتها بيضرب نار على أليكس وبيموته فبتخرج روكي من البيت وبتطلع تجري بسرعة وساعتها بتقف بعيد وبتقول سليبك انت كفيف ومش هتعرف تجري ورايا ولكن بتتفاجئ ان الكلب بتاعه هو اللي بيجري وراها وبتروح نحية العربية بتاعة أليكس وقبل ما تركب بيهجم عليها الكلب وبيشد منها شنطة الفلوس وبتقى على الأرض فبتضطر تسيبها وبتركب العربية بسرعة وبسبب طمعها بترفض انها تسيب الفلوس وبتفتح شنطة العربية وبتستدرج الكلب عشان يدخل وبتقفل عليه وبتحبسه وأول ما بتخرج من العربية بتاخد شنطة الفلوس وبييجي سليبك من وراها وبيضرب على دماغها وبيفقدها الوعي وبعدها بيسحبها على الأرض وبياخدها لبيته مرة تانية وأول ما بتفوق بتلاقي نجسة حبيبها أليكس جنبها وفييده رمود جهاز الإنذار اللي بيطلب الشرطة فبتجيلها فكرة إنها تشغل جهاز الإنذار وده عشان الصب بتاعه يشتت سليبك ويخليه ما يعرفش مكانها وبالتالي مش هيحس بيها وهي بتهرب من مكان وفعلا بتشغل الإنذار وبتضربه بحديدة وبترميه في المغزن وبتلاقيه ماد فبتخرج من بيت بسرعة وبتيجي الشرطة على صوت الإنذار وقتاني يوم بتاخد روكي أختها الصغيرة وبتروح لمحطة القطر عشان تسافر لولاية كاليفورنيا وإهناك بتشوف الأخبار وما بيتكلمه عن سليبك وبيطلع إنه لسه عايش وبيقوله إن فيه كفيف اسمه سليبك اتعرض للسرقة من اتنين مجرمين وقدر يقتلهم وقال في التحقيقات إنه ما فيش أي حاجة تسرقت منه فبتستغرب روكي جدا لإنه ما بلغش الشرطة عنها وبتاخد أختها وبتمشي عشان تركب للقطر وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بواحد اسمه مارتن هو مدفون في التراب مع حبيبته إيزابيل ولما بيقومها بيلاقيها مصابة وعلى وشك إنها تموت بنرجع بقى بالزمن لبداية القصة والأحداث فبنشوف مارتن وهو محبوس في السجن وبيجي الحراس وبياخدوه عشان يلعب ملاكمة مع واحد من مساجين وبنعرف إن دي لعبة قتال عملها ستاينر مأمور السجن وده عشان يراهن بالفلوس مع الزباط والجنود وزاعتها بيراهن على مارتن بالتحديد لأنه قوي ودايما بيكسب في الملاكمة وفعلا بيكسب مارتن وبيضرب السجين اللي ضده وبيوقعه على الأرض وبعدها بياخدوا الحراس عشان يرجعوا للزنزانة مرة تانية وفي طريقهم بيشوفوا إيزابيل حبيبة مارتن وبيزعق لها واحد من الحراس عشان تمشي من قدامه فبيتدايق مارتن وبيضربه وزاعتها بيعقبوا الحارس التاني وبيضربه وبيرجعوا للزنزانة مرة تانية وبعد شوية بيشوف إيزابيل في الشباك وهي بتبعت وارد لستاينر وقتها بيفتكر إنها بتخونه معاه وبينهم علاقة سرية وأول ما بتيجي تزوره بيسألها انت كنت بتعملي إيه عند المأمور لكنها بتتهرب منه وبتسيبه تمشي وتاني يوم بيتم الإفراج عن مارتن وبيروح لقودة المأمور وبيحذره مأمور ستاينر مايقولش أي حاجة عن موضوع مراهنات الملاكمة وإلا بقى هيقتله وهيتخلص منه فبيوافق مارتن وبيخرج أخيرا من السجن بعد حبس عشر سنين وبعدها بيروح لحبيبته إيزابيل وبتاخده عشان تعرفه على مايك والدها بالتبني وكمان عشان يشغله في البار بتاعه لأنه لسه ملقاش شغل لحد دلوقتي وساعتها بيتكلم معاه مارتن على انفراد وبيقوله إنه شاكك في إيزابيل لأنه شافها بتروح لستاينر مأمور السجن وبتديه لورد فبيقطع مايك وبيقوله إن ساينر ده يبقى والد إيزابيل الحقيقي ولكن للأسف هو مش معترف بيها عشان خلفها بطريقة غير شرعية وطبعا خايف إنه يخسر منصبه لو حد عارف الموضوع وبعدها بيروح مارتن للقوضة اللي هيقعد فيها وبيتدرب على الملاكمة لأنه هيشتغل حارس في البار بتاع مايك وبعد فترة بيقرب مارتن من حبيبته إيزابيل لأكتر وبيقضوا وقت ممتع مع بعض وبيبدأ ينسجم مع علة مايك صاحب البار وبيكون سعيد جدا إنه بيعيش حياة طبيعية وبعيد عن المشاكل وبالليل بيكون مارتن شغال في البار وبيشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض فبيحاول يوقفهم بس بيضربوا واحد منهم بالإزازة في دماغه فطبعا بيتدايق مارتن وبيضربهم هم الاتنين وساعتها بييجي صحابهم وبيتخانقوا معاه ولكن بيقدر مارتن يهزمهم بسهولة وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بييجي مايك وبيزعقله وبيقوله إنه مش عاوز مشاكل في البار بتاعه وبعد شوية بيجي زابط من السجن اسمه جاك وبيقول لمارتن إنه معمور السجن عاوزه في مبارات ملاكمة وهيديله نسبة كبيرة من فلوس الرهان لو كسب في الماتش فبيرفض مارتن في البداية لأنه مش عاوز يرجع للحياة دي مرة تانية ولكن مايك بيحاول يقنعه إنه يوافق وبيقوله إنه دي فرصة كويسة جدا ليه وده عشان يجمع فلوس كتير ويقدر يسافر لأمريكا ويعيش حياة طبيعية فبيقتنع مارتن بكلامه وبيروح لحلبة الملاكمة في السجن وهناك بيراين عليه مأمور ستاينر وبيكسب مارتن القتال وفي نفس الوقت بيروح زابط مخابرات بريطانية لمايك وبيبدأ يسأله عن مارتن لأنه هربون من عقوبة الإعدام في بريطانيا وده لأنه قتل كتيبة كاملة في الجيش وبيرض عليه يديله عشر تلاف دولار لو قل على مكانه فبيجذب عليه مايك وبيقول له أنه ماعرفش مكانه وساعتها بيكون مارتن في السجن وبييجي ستاينر عشان يديله نصيبه من فلوس الرهان وبيعرفه أنه فيه زابط مخابرات عمال يدور عليه فبيعتجهل مارتن كلامه وبياخد الفلوس وبيمشي وبعد شوية بيروح ستاينر لمكتبه وبيكتب رسالة لبنته إزابيل وبيعرف أنه بيحبها بس للأسف مش هيقدر يعترف بيها لأنه لو حد يعرف الموضوع ده بالتأكيد هيخسر وظيفته ولما بيخلص بيحط الرسالة دي في برواز الصورة بتاعته وفي نفس الوقت بيرجع مارتن للبار وبيديله مايك جواز السفر لأمريكا وبيقول له ياخد حبيبته إزابيل ويهرب قبل ما ظابط المخابرات ده يقبض عليه وبيعرفه مايك أنه يحاول يجمع فلوس عشان يشتري بار في مدينة تانية عشان عاوز يبعد عن ستاينر لأنه شخص مؤذي جدا فبيقول له مارتن أنه عاوز يردله الجميل عشان كده يلعب مباراة ملاكمة واحدة بس وهيديله الفلوس اللي هيكسبها وده عشان يشتري البار اللي نفسه فيه وفعلا بيروح مارتن لستاينر عشان يلعب آخر مباراة وساعتها بيعرض عليه ستاينر يديله 20 ألف دولار مقابل أنه يخسر المباراة دي فبيستغرب مارتن جدا لكنه بيضطر يوافق وأول ما بيدخل الحلبة بيمسر كده أنه خسر ولكن بنكتشف أن دي خطة من ستاينر وكان قاصد يخليه يخسر وده لأن مايك راهن على البار بتاعه على أن مارتن هيفوز وبالتالي هيقدر ستاينر أنه يستولى على البار بتاعه وبعد شوية بيروح الزابة جاك لمايك وبيقول له أنه خسر الرهان ودلوقتي البار بقى بتاع ستاينر فبتتعصى بإزابيل وبتضرب المحاسب بتاع ستاينر وساعتها بيضربها وكمان وبيضربه بالنار وبيقتله هو وإزابيل فبيجي ستاينر وبيزعقله عشان قتل بنته وأول ما بيخرج من البار بيلاقي مارتن قدامه وبيضربه بالنار فبيؤمر رجالته أنه هم يدفنوه هو وإزابيل ولكن لحصن الحظ بيكون مارتن لسه عايش وما حصلوش أي حاجة وأول ما بيشوف إزابيل بيتصدم وبيخرج الرصاصة من جسمه وبيبدأ يحرق نفسه بالنار عشان يمنع النزيف وبعدها بياخد إزابيل للقرية صغيرة وبيطلب من زعيم القرية أن يعالجها ويهتم بيها وبيتدرب على الملاكمة لحد ما الجرح اللي في جسمه يخف وبعد أسبوع بيروح لمكان بيقعد فيه المحاسب اللي درب إزابيل وبيبدأ يتخانق مع كل رجالته وبيخلص عليهم واحد ورد تاني فبيستغل المحاسب الفرصة وبيهرب بسرعة لحد ما بيرجع لستاينر وبيحكي له كل حاجة فبيتصدم ستاينر وبيكون قلقان جدا وساعتها بيقمر المحاسب إنه يروح يجيب الفلوس بتاعتهم المخبيينها وفعلا بيروح المحاسب يجيب الفلوس من الخزنة بس فجأة بيجي مارتن وبيخلص على كل رجالته وبعدها بيدرب عليه نار وبيخلص عليه هو كمان وبيفجر الخزنة وبيمشي وفي الوقت ده بيكون ستاينر محاصر السجن بالكامل وحاطت فخاخ كتيرة جدا على بوابات الدخول بتاعت السجن ولكن مارتن بيكون مرائب السجن من بعيد وشايف كل تحركات الحراس عشان يدخل السجن من غير ما يعد على بوابات الدخول اللي فيها الفخاخ وبعدها بيجيب على تنين من الحراس وبيخلص عليهم وبيحدف كمبيلة في مكتب ستاينر وبيدخل عشان يخلص عليه ولما بيوصل للمكتب بيلاقي واحد من الجنود عمال يضرب عليه نار بالرشاش فبيستخبى مارتن لحد ما يخلص كل الرصاص اللي معاه وساعتها بيستغل الفرصة وبيقتله وبعدها بيجيب على ستاينر وبيرمي السلاح اللي معاه وبيصحف صيف من على الحيطة وبيقتله وفجأة بيدخل عليه ظابط من السجن وبيتخنقهم الاتنين مع بعض لحد ما بياخد مارتن السلاح بتاعه وبيقتله وبعدها بيخرج من المكتب وبيشوف الظابط جاك اللي ضرب حبيبته إزابيل بالنار وهنا بقى بيكرر ان يخلص عليه فبيروح الجهة الخلفية للسجن وبيضرب نار على الجنود وبيخلص عليهم ولما بيخرص منه الرصاص بيجيب على واحد من الجنود وبياخد منه سلاحه وبعدها بييجي جاك وبيضربوا نار على بعضهم الاتنين فبيتصاب كل واحد فيهم في دراعه فبيستغل جاك الفرصة وبيهرب بسرعة وأول ما بيخرج من السجن بيستقبلوا كل أهل القرية وبيشكروا عشان خلصهم من ستاينر الظالم ورجال الشرطة الفاسدين وبعد فترة بيقدر جاك انه يستخبى من مارتن لكنه بيكون فقط كل فلوسه بعد موت ستاينر وساعتها بيعرف مارتن مكانه وبيروح له عشان يقتله بس بيلاقي ان المسدس بتاعه فاضي فبيخرج جاك سكينة من جيبه وبيهجم عليه وبيعوره في بطنه فبيوقع مارتن السكينة من ايده وبيضربه في رجله لحد ما بيوقعه على الارض وبعدها بيقتله وفي الوقت ده بتكون إزابيل لسه عايشة وبتقرأ رسالة من مارتن وبيقول لها انه بيحبها جدا وانتقم من كل اللي قزوها وعلى الجانب الاخر بيكون مارتن قاعب بيستريح وبيجي زابط المخابرات البريطانية اللي عاوز يقبض على مارتن بس الغريب انه بيعرض عليه انه ما يدخلوش السجن ولكن بشرط واحد انه يشتغل زابط في وحدة خاصة ويستغل معاراته في القتال في الأبدع المجرمين وطبعا بيوافق مارتن وبيكرر انه يسافر معا البريطانيا وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة